السلام عليكم تنتم دائما تكونوا بيخير وعلى خير غادي نحضروا مع بعضنا اليوم تورتا غلاسي زوينة بزعف مقادر ان شاء الله في المتناول تتجير خيصة بالنسبة للمداقة ديالها او المقارنة مع المداقة ديالها وكذلك الشكل ديالها وتتجيب واحد كيميا وفيرة تحضروها لعائلة ديالكم ولو يكونوا عدد ديال افراد ديالها كبيرة ما شاء الله غا تتكفي وتوفي تنتمنى ما تنخلوش علي دائما بلايكات ديالكم وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد الى بوجود نضموا الانستغرام ديالي فانا وضعت لكم رابط في اسفل الفيديو في صندوق الوصف تحت طلب ديالكم دائما لان بعض الاخوات يطلبوا مني دائما باش نفتح انستغرام او فيس او فيسبوك باش يرسلوا ليت طبيقات ديالهم فغا تلقوا ان شاء الله رابط ديال الفيس والانستغرام في صندوق الوصف بالنسبة للمقادير فانا ناخده نصف فلتر ديال الحليب اللي غادي يكون بارد جدا جدا غادي نحطوه في المجمد مدة ديال 15 دقيقة حتى يبرد مزيان غادي نضيفو عليه مئة جرام ديال بودرة ديال الشانتيه العلبة اللي معروفة مئة جرام حتى هي كنت حطها في الدلاجة باش نضمنوا ان هاد الكريمة طلع مزيان الى طلعت الكريمة مزيان تنضمنوا ان الكيمية ديال الجلاس او الكيمية ديال لهاد الكريمة غادي تكون كتيرا غادي يضطع في الحجم ديالها مزيان دا بغادي نضيف ربعة ديال الملاعق ديال الحليب بودرة مملوئين ملاعق كبيرة اللي بدأت تطلع الكريمة ضفتهم او ضيفهم بالاول ماشي مشكل اربع ملاعق كبيرة تضيفو لي واحد النكهة او واحد المضاق الزوين بزاف هاد الجلاس الى ما توفرش وتوفرتو على الحليب المركز المحلة فاضيفوه ضيفو حسب ضغ ديالكم حليو هاد الكريمة حسب ضغ ديالكم وحتى لو ضعتو غير هاد البودرة اللي عملت في الجلاس فتجي احتى هي او تيجي المضاق ديالها زوين بزاف هاد التحلية او الجلاس من بعد ما ضعفت هاد الكريمة مزيان مزيان شفتوه معايا الى خدمته بالطراب العادي واليدوي فما غاديش تحصلوا على هاد الكيمية هاد ديال الكريمة باش نكونوا واقعيين الطراب الكهربائي او العجانة بحال بحال هما تيطلعوا مزيان الكريم الى كانت طراب اليدوي فغاديتطلعوهم مزيان لكن غاديتحصلوا على واحد الكيمية قليلة باش نكونوا واضحين من الاول وهاد الكريمة بزاف تيصوني منكم واش نطلوعها في الخلاط او المونينيكس لا ما تطلعش نهائيا ما تيكونش الحجم ديالها مضاعف بهذا الكيمية من بعد ما تضاعفت الكيمية مزيان انقسمت هاد المقادير على ثلاثة ديال الاقسام مهم عيني ميزاني مع بردش غير درت واحدة ديال الاقسام اللي غا تكون متساوية هاد القسم الاول غادي نضيف ليه شفتوا معايا هاد العلبة هادي ديال ديسير كراميل رأي متواجدين او ديروا فلون كراميل حتى هو عادي الشكل هاد اللي تناخدو ديسير ماشي الفلون تنقصد ديسير اللي بحال شكل ديال ياغورت ضفت علي كذلك واحد شوية ديال منك هاد ديال الكراميل هي اختيارية الى ما تتوفرتش ما تضيفوهاش ضيفو غير هاد العلبة هادي ديال ديال ديسير كراميل ممكن تضيفو حتى ججعو ديال العلب غادي تخلطوهم زيان ممكن تدير هاد العملية غير بالطراب الكهربائي كيف ذكرت لكم او طراب ديال العجانة غادي نتأكد ان الكريمة تخلطت مزيان صافي غادي ناخدها وغادي ناخد واحد لمون استعملت القوطر هنا 26 سنتين غادي تجيني هي هادي قد بقدم عاها الدورطة هادي غادي تجي هي هاديك في العلو دياله غا تشوفو معايا ان شاء الله في باقي الفيديو غادي ندير ها الطبقة ديال الكراميل هي الاولى غلفت هاد المول باش ما يلسقش ليه في الجلاس درت واحد شوي ديال زيت الطبخ غير شوية في المول في القاع باش ما يلسق عليه باش نلسق عليه ذاك البلاستيك الغذائي بسهولة ولبسوه بزيان بذاك البلاستيك الغذائي شدوهم على الخاطر شوية وغادي تلسقوه من بعد غادي نسرح ها الطبقة هادي ديال الجلاس وغادي نحطها في الفريقو غير الوقت فاش غادي نخلط الخاليط الثاني اي تقريبا واحد جوج دقائق او ثلاثة هنا ما عندناش هديك الطريقة ديال ندخلو داك البلاستيك الغذائي شد راسو عاد نديرو لان اصلا عادنا الكريمة عاقدة شد راسها مزيان فمباشرة عاد نديرو الطبقات بنسبة لطبقات تانية فاختاريت ندير هاد الشكل هادارها معروف بلا ما نديرو اشهار استعملتو داك النوع لتيكون حلو المهم هو ديال الجوبن وغادي نستعمل كذلك السكر حسب الضوك ذكرت لكم نسيت ما قلت لكمش انه السكر ضيفو حسب الضوك السكر السقيل هنا ضفت كذلك واحد ساشي ديال الفانيليا من فئة 7.5 غرام او 8 غرام اللي توفرتو عليه ودائما ضيفو السكر حسب الضوك انا تقريبا هنا ضفت واحد لميل عاقة كبيرة مملوقة ضوقو وشوفو دائما الحلوة عندكم فيها دائما الاختيار هنا اختاريت نزينو بشوي ديال فاوكه المعسلة اتي جزوين في القلاس اللي توفرتو عليه غير ضيفوه في القلاس اتي جزوين هاد اوتات جزوينة سنخلط مزيان شوفتوا راه الكريمة عاقدة ما تكونش سيحة نهائيا نطلعوها مزيان مزيان وتكون باردة يلا ما برض لكمش لحلي ب15 دقيقة في المجمد فاخليو حتى نصف ساعة او اكتر المهم حتى يبدي ترمل يبغي تكون فيه الترجمة ويتكونش لكن تحسو بي بحتي تترمل تتقالي اللي حركتوه عاط الربور شوفتو معايا ضفت واحد شوي ديال اللوز كان عندي وحمرته كونكاسي وممكن تستعملوا كاوكا ومهرمش او اي فاكهة جافة عندكم كذلك القرقاع وغادي ندخل المول مرة ثانية لمجمد مدة دقيقة ونصف او شوش دقيق الوقت فاش غادي نخلط الطبقة الثالثة هاد طبقة الثالثة هادي غادي نسمها بشوكولاتة غادي نستعمل هاد را معروفين دي سير شوكولاتة انا ملقيتش النوع الكبير الى لقيتو استعملوا واحد انا غادي نستعمل جو صغار ذاك اللي تيدي ردرهم هو اللي تواجد عندي تيجي زوين بزاف المعداق ودائما تنذكركم ان السكر ضوقه اوضيفه سكر غلاسي او سكر سقيل او الرط بحسب الضق ديالكم انا تنضيف تقريبا ملعقة كبيرة في كل خالط تنعرفوا الجلاس الى كان نقص الحلاورة ما تيجيش زوين دائما تكون معتادل او حسب الضق ديالكم دائما من اللي تطلع اليها هاد او طربت هاد الخالط ما تياخدش الوقت قريبا نصف دقيقة دائما بين الطبقات تنضيف اللوز اللي محمر ومهرمش ديالك القرمشة رائعة عشان تناولوا الجلاس ممكن تضيفو حتى خالط ديال فواكيه الجفة اللي هاد تهرمشو هنا فهذا الخالط ديال الشوكولات بما ان وضعنا فيه نكهة او ديسير شوكولات فغادي نعملو حبيبات شوكولات او او خوضوا الشوكولات اللي عندكم الى كان قطع كبيرة وقسموهم وضيفوهم المهم تحسوا بذيك القرمشة ديال الشوكولات فهذا الطبقة هادي سوفي غادي ناخدها وغادي نسرحها فوق الطبقة الثانية غادي يجي العلود ديال هاد المول هادا اللي استعملت قد بقدمها هاد المكونات اللي استعملتو مول اصغر فغادي يجيكم شوية غادي يشيط لكم الخالط الى تبعتو نفس الطريقة وحستو على واحد الكيمية اللي كبيرة ديال الكريمة شفتو معايا وضعنا الطبقة الاولى بالنكهة ديال الكراميل وانكهناها بالنكهة ديال الكراميل وديسير كراميل اما الطبقة التانية فما انكهناهاش نهائيا بالملكيهات الاصطناعية عملنا غير ياغورت ديال الجبن وفانيليا والسكر حسب الضوء لان عندنا او استعملنا البودرة ديال الشونتية حلوة فدائما تنشوفو السكر يلخصنا تنزيدوه دابا غادي ندخل هاد غادي نغطي بلاستيك غذائي مزيان بزيان باش ما ياخد احترا واحمل مجمد وهذا نخلي على الاقل مدة ديال تمانية ديال ساعات او ليلة كاملة باش ما بقى في المجمد فعادتي زيان في الماطاق من بعد غادي ناخد الشوكولات اللي غادي نزيين به اخديت تقريبا هنا مية جرام ديال الشوكولات اللي غادي نزيين بها المهم غاية واحد شوية حسب الضوء ديالكم دائما ضروري الدفلة واحد شوية ديال الحليب واحد اتنين ملاعق كبيرة بحال هكذا وتحركوا مزيان وهي دافية من طبيعة الحال دوبنا فق حمام مائي وغادي ناخد ايما قمعة ديال الورق او ساشية اللي بغيتو او بحال هاد الادت باش نزيينو ضروري تضيفو شوي ديال الحليب الشوكولات وتحركوه مزيان باش يلزينتو به القلاس وبقى عندكم متلا انت تبغيو تقطعو تريفو ترجعو للفريغو ما تيقصحش داك الشوكولاتو ما تيتهزش من فوق هاد التورطة تيبقى شاد و تيبقى شوية بحال لسائل بعد توصلكم الفكرة ضروري هاد الاضافة ديال الحليب من بعد مرور ثمانية ديال الساعات غادي نديموليها او غادي نديمولي الطورطة فوق واحد طبق ديال التقديم ممكن تعملوا هاد المكونات هادو في واحد سوبرا كبيرة و ديال المونكيهات اللي يعجبوكم وتحطوها في الفريغو وغا تبقى عندكم المحتة العشرية تهزو ديبول حسب الضغط ديالكم المهم اعطيتكم فكرة ممكن تعملوا طورطة ديال المناسبات او تديروا في سوبرا وتهزو على الشكل اللي تنشروا ملوداتنا وتيعجبوهم بزاف شفتم معي الشوكولات سائل وزوين بزاف وما غاديش يقصح لي وخا طورطة مجمدة غادي يقصح غير في القياس غادي بقى زوين ومعلك ضفت كذلك شوية ديال لوزكون كاسي ممكن تديروا كيف قلت لكم اي فواكع بالنسبة لهذه الكوريات يبقوا مقرمشين في الفريقو لا تخسروا نهائيا في الفريقو او المجمد بالنسبة للطورطة قدمتها قدامكم دابط قريبا 20 دقيقة شفتم معي را ما زال ما اطلقتش بزاف ولو الجو سخول لانه مطلع الكريمة مزيان مزيان في الاول اذا ما طلعناش فاضغية تسيح زينت بشوية ديال الكهرز او حب الملوك دائما اللمسات ديالكم بحسب الضغط ديالكم دائما و سنقطع معاكم دائما طريف شفتم معي الطبقات طبقات ديال الكراميل طبقات ديال فانيليا وطبقات ديال شوكولات باسهل طريقة وبابسط المكونات وباقل بكثير من 25 درهم حصلنا على طورطة اللي هائلة في الشكل دياله وفي المذاقصة راح تستحق التجربة مدة الاحتفاظ حتى الاسبوع في الفريقو غير غطي والجلاس ديالكم بسلام عليكم اشتركوا في القناة